الإمام النووي لا يطلق القول بأنه أشعاره إجمالاً إنما أول بعض الصفات والتي لا يحمد على تأويلها كذا تعقبه العلماء في ذلك لكن الأشعار لهم سيمة معينة ولهم أصول معينة ليس معنى أن شخصاً ما وقع في تأويل الصفة أنه أخذ كل صفات الأشعارة ويأذن بالله من أولئ الأشعارة الذين ينفون صفات ربهم الأعلى والله سألهم لماذا أنكرتم آياتي؟ لماذا أولتم آياتي تأويلات باطلة؟